خلال مؤتمر صحفي مع مكروه رئيس سيسي يؤكد أن مصر تواجه تنظيما إرهابيا يهدد المنطقة وأوروبا إصابات كورونا تقترب من 67 مليونا حول العالم والوفيات تتخطى مليون ونصف المليون تقارير تؤكد أن بايدن يتجه لتعيين الجنرال لويد أوستن كأول وزير للدفاع من أصول أفريقية الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت جرانيتش مجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أوجه التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا شهدت خلال السنوات الماضية خطوات نوعية في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وثقافية وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانيويل ماكرو بقصر الإليزي أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر لديها أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل بلا قيود في مصر وشدد على أن مصر وشعبها ليس دولة استبدادية بل يعملان على استقرار المنطقة مشيرا إلى أن مصر تواجه تنظيما إرهابيا يهدد أمن مصر والمنطقة وأمن أوروبا مضيفا أن مصر اتسعى لخلق مستقبل أفضل لشعبها في منطقة شديدة للتراب أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية وبرامج ونظم التسليح مع فرنسا خاصة في ضوء التحديات المتصاعدة في منطقتين شرق الأوسط وشرق المتوسط جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي حيث تم بحث جوانب التعاون العسكري وآخر المستجدات على صعيد عدد من الأزمات والقضايا الإقليمية خاصة مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة المسلحة في المنطقة من جهتها أكدت بارلي التطلع لترسيخ الجانب العسكري والأمني مع مصر وشيرة إلى أن العلاقات بين القاهرة وباريس تمثل ركيزة للاستقرار والأمن في منطقة المتوسط أعلنت وزارة الصحة تسجيل 415 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها مع مليا للفيروس ووفات 19 حالة جديدة أوضح المتحدث باسم الوزارة دكتور خالد مجاه التسجيل خروج 202 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالية المتعافين من الفيروس إلى 103703 حالات أظهر إحصاء لرويترز ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 66 مليون و820 ألفا في حين وصل إجمالية الوفاية الناتجة عن الفيروس إلى مليون و538 ألفا وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالة الإصابة في الصين نهاية العام الماضي ذكرت صحيفة بولوتيكيو أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع وفي حال تعيينه سيكون أوستن وهو الرئيس السابق للقيادة المركزية أول وزير دفاع من أصول أفريقية في التاريخ الأمريكي يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريش جونسون إلى بروكسل خلال الأيام المقبلة في محاولة للتوصل الاتفاق لمرحلة مع بعد بريكزيت بعدما فشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات وقال مصدر رفيع في الحكومة البريطانية إن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تصفر أي تقدم ملموس وأن الواقع الراهن يفرد التدخل السياسي لإحداث انفراجة مشيرا إلى أن فرص التوصل الاتفاق تبدو صعبة للغاية انتهى موجزة الخامسة ونحيط ألم السيدة المشاهدين بأن تردد أكسترانيوز HD 12303 معدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي كنتم معكم أنا ساري عبدالله إلى اللقاء